بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي أسئلة خمسة بسم الله الرحمن الرحيم بقى تشينك سواققا بيس 5 سورة نوالدق لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس هذا الكتاب ما هي الأصول الثلاثة باختصار ما الفائدة من هذه الدراسة قلنا محتوى هذا الكتاب أقسام خمسة كتاب 5 سورة نوالدق المسائل الأربع المسائل الثلاثة لماذا ندرس التوحيد شرح الأصول الثلاثة الخاتمة كتاب ناياه الآن نبدأ بالدرس الأول المسائل الأربع هذا القسم الأول المسائل الأربع هذه جمعت في سورة العصر المسائل الأربع التوحيد المسائل الأربع الرحمن الأول المسائل الأربع المسائل الأربع يجب أن تتعلم Chef الشيخ الرسالة في العلم الذي يتعلم على الشرك المؤسسات تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به ولابد أن نصبر أولا على طلب العلم ثم على العمل ثم على الدعوة وبالطور الغابة اردعوذ إذا صناعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسرت القبر إذا كنا في هذه الأشياء في هذه الأشياء الأشياء فإننا نستطيع القراءة هذا ما هي المسالة الأربع؟ النبوة التعلم التعني 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 ثم السبر ثم السبر ثم السبر والدليل في سورة الاصر